اهلا بكم في فيديو جديد من قبل ما تشتري الفيديوات دي احنا بنتكلم فيه عن البرفان قبل ما سيادتك تنزل تجيبه وانت مش عارف عنه اي حاجة في اي حاجة وتلبس فيه في الاخر وتقول يا ريت اللي جرى مكان فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن برفان جديد لسه في الاسواق السنازل السناء دي فلانكر من برفان محترم جدا جمبو تهيلو مال الكسير هنتكلم عنه في دقائق جاية بالتفصيل بس الاول يا ريت لو مش عامل ترزع الخمفاري واحدة وكتب لي تحت في الكومنتيات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها وعمل لها او فيه برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل وانصحك انك تجيب مين فيهم دلوقتي برضو الخمفاري بعد انستجرام والخمفاري الويب سايت بتاعه اشغاله كل حاجة من الجديد ممكن تشتريها تحت عن طريق الويب سايت ويلا بينا نبتدي الفيديو نبتدي فيديو النهاردة مع باول حاجة عن البرفان ده لو هي ريحته عاملة ازاي هل هو مختلف اختلاف جزري عامة قبله هو البرفان ده مسكر بزيادة فيه الطاغي فيه نوطة الفانيلا وفيه شوية توباكو فالبرفان مش هقولك انه هو يعني برفان مش محبوب برفان محبوب جدا اه ريحته مميزة وكويسة ولكن مش مميزة ان هي مختلفة عن الباقي لا هي بس جديد ولكن باسلوب مستساغ من الناس البرفان بشكل عام يعني جودته كويسة ريحت التوباكو اللي فيه او طرش التوباكو اللي فيه ناس كتير جدا بيعجبها البرفان ده اه من الستايلات اللي هي يعني بتعجب ناس كتير جدا اللي هو المسكر من البرفانات او الفانيلا اللي فيه مخليها مخليها البرفان ده مستساغ من ناس كتير فهو في المكمل يعني اه اصدار كويس جدا من جون بو وتيه وتحس ان هو ليه ان هو هيبقى ناجح جدا الفترة اللي جاية لان البرفان ده فعلا تحس فيه بالابداع شوية في ان هم عملوا توازن شوية للحاجات اللي هم حطنا فيه ولكن في المجمل هو مختلف اختلاف بسيط عن ولكن مش الاختلاف الشاسع فخلي بالك في الحتة دي ويعني ممكن تقارنهم ببعض قبل ما تقارن ان انت تجيب ده او ده ولكن في المجمل ده جميل ريحته جميلة ناس كتير جدا هيجبها البرفان ده يمكن من رسم التسعين في المية هيبقى مرضي لمعظم الازواج نروح لزاني نقطة مع البرفان ده او يعني تعددية استخدام البرفان ده تستخدمه امتى وفين وازاي وايه هي الفصول والاوقات المناسبة لاستخدامه هو البرفان ده ماهوش برفان صيفي ما ينفعش استخدمه في الجو الحر ما ينفعش استخدمه في الشمس لانه هو مسكر شوية وتقيل شوية او يعني هتحس انهم مش هيبقى مريح في الصيف او مش مريح في الحر ممكن تستخدمه في الصيف لو انت قاعد في مكان مكيف لو انت الجو لطيف مسلا في الصيف ولا حاجة ممكن تعدي بالبرفان ده. ولكن لو الشمس طلعه والحرارة فوق الاربعين وعرق وفرهضة والكلام ده مش ده انسى بحاجة انت بحتاج حاجة ده ماهوش فريش. فحط ده في اعتبارك ممكن تستخدمه كاجول طبعا يعني ده في المقام الاول ده على حسب زوءك وعلى حسب يعني وجهة نظرك في الموضوع ولكن بشكل عام ده مناسب اكتر للكاجول مناسب اكتر ان هو يبقى صارخ شوية. فحط ده في اعتبارك وحط ده في يعني انتقائك للمواقف او الاستخدامات اللي انت هتستخدم فيها البرفان ده. نروح لحاجة تانية مع جنبو جتيه الكسير قال وهي عامل الاطراءات بشكل عام وخصوصا من السيدات. البرفان ده هيجيب لك اطراءات كتير جدا 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 لان البرفان ده محبوب جدا من السيدات. آآ الناس حتى بتوقفك تسألك انت حاطت برفان ايه? الناس من لا شيء لا يعرفوك ولا جمنا حيطة قبل كده هتلاقيه مقافوك ويقولولك البرفان اللي انت حطه ده ايه? ريحته جميلة. فده فعلا من الحاجات القوية جدا لجنبو جتيه بتقدر تعملها. يعني حتى عملوها كان مكسر الدنيا من النقطة دي. فخلي بالك ان ده برضو هيبقى مستمر على نفس المنوال ده مغناطيس للاطراءات. ومش بس من السيدات كمان من الرجال اللي هيقولك ان انت ريحتك جميلة الريحة فعلا مستساغة من الجميع وهيجيب لك اتراءات كتير. نروح لحاجة مهمة جدا مع البرفان ده قاله وهي اداؤه. هل اداؤه كويس? بالفعل اداء البرفان ده كويس جدا وقوي جدا. فواحانه قوي في اول ساعة ونصف ساعتين. السبات بتاعه كويس بيقعد بالتمن تسع ساعات ولا حاجة على الهدوم ممكن اكتر كمان على حسب نوع الملابس اللي انت بترش عليها. فده من البرفانات اللي هتعتمد عليه بشكل كبير جدا لو انت من محبي الاداء القوي. والبرفان بشكل عام بيدي لك اداء مرضي من السبات والفواحان مفيش حد يعني هيبقى هيبقى حاصص بقى تأثير من البرفان ده من ناحية الاداء فده حاجة يعتمد عليها بشكل كبير. نروح لاخر حاجة خالص مع البرفان ده قاله وهي سعره هل انصحك انك تجيبه ولا لأ? سعر البرفان ده لخمسة وسبعين ميلي بتراوح ما بين خمسة وتمانين دولار لتسعين دولار. هل انصحك انك تجيبه? انصحك ان ان انت تجربه جنبا لجنب مع فيه اختلاف ايوة ولكن ده يرجع لزوقك الشخصي هل انت عايز تجيب ده ولا ده? هل بتفضل مع سموكي او هتفضل يعني تحس ان البرفان بوداري شوية. فده يرجع لك انت وده يرجع لزوقك الشخصي. اه البرفان ده اتوقع له ان هو يبقى قوي جدا ومنافس شديد في السوق الفترة الجاية لان هو برفان معمول باحترافية جديدة وتحس فيه بالجودة وعادة ان هما بينزلوا برفانات معظمها ناجحة فانصحك ان انت تحطوا في اعتبارك واتدي له تجربة اللي هو متاح عندك ان انت تجربه.